فرضت موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البلاد وما رفقها من جدل سياسي اجواء من التوتر وفتحت الباب واسعا امام الحديث عن اجراء انتخابات مبكرة رغم عدم وجود ما ينص على جواز اجراء انتخابات مبكرة في الدستور العراقي قبيل انقضاء مهلة البرلمان الحالي الانتخابات المبكرة هي الورقة الرابحة لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي للتعامل مع المتظاهرين بعيدا عن ضغط القوى السياسية وهو ما تعاهد به عند عرض برنامجه الحكومية خلال جلسة منح الثقة وقال الكاظمي امام البرلمان ان من اولويات حكومته اجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال قانون الانتخابات من قبل السلطة التشريعية مبينا ان حكومته ملتزمة بتأمين المتطلبات اللازمة لاجراء العملية الانتخابية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة شكلنا لجهة خبراء لعادة تقييم كيفية مساعدة المفوضية العلية الانتخابات من اجل وصول الى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة ويتطلب اجراء الانتخابات وجود قانون احزاب مطبق مع حصر السلاح بيد الدولة واقرار القانون الملحق لقانون الانتخابات شرط ان تكون المفوضية قادرة على اجراء الانتخابات الا ان القراءات والمعطيات الواقعية وبعيدا عن الشعارات تشير الى ان اجراء انتخابات بحاجة الى تغيير مفوضية الانتخابات بالنظر الى شبهات الفساد التي حامت حولها المفوضية العلية الانتخابات المستقلة لم تكن لها اي استقلال سوى الاسم ان التزوير قادم منها سأقول لك مبروك على المزورين لا شك ان خطوات الكاظمي الواثقة والقريبة من المتظاهرين دون غيرهم هي مسألة ايجابية لكنها بحاجة الى دعم القوى السياسية الا ان الاخيرة ستقف بوجه قرارات الكاظمي عندما تتضارب مع مصالحها الضيقة البعيدة عن شخص الكاظمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة